السلام عليكم ان شاء الله ده يكون لسن 1 من يونت 3 وطبعا كالعادة جدعا هنبص على الكلمات الاول يلا وينا اول حاجة هفلاح معي يعني فارمر بص الار الار في النص واللي في الاخر فارمر 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 اما السياد بقى اللي بيستطي السمك ده اسمه فشير مان فشير مان فشير مان فشير مان النجار ممكن اقول عليه كاربينتر 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 او ممكن اقول كده بص كاربينر 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 الميكانيك اسمه ميكانيك 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 اما الشخص اللي بيبيع في السوق اسمه ماركت سيلر ماركت سيلر ماركت سيلر ماركت سيلر اما الطباخ بقول عليه شاف 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 ورجل المطافي اسمه الطبيب اسمه والمهندس اسمه أه 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 Engineer مهندس المعماري اسمه Architect 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 بص Architect Tech طيب العامل اللي بيشغل في المعمار بقى اللي بيبني وكده اسمه ايه Construction Worker Construction Worker Construction Worker طيب مصمم المواقع ومصمم الشبكات بقلي عليه Web Designer Web Designer Web Designer موظف الاستقبال طبعا كلنا عارفين ان receptionist بس ان انا عندي بقى اللي بقى ده اسمه Concierge 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 يعمل او عمل اسمها Work Work فدي ناون ورب Work 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 يستخدم او يستعمل اسمها Use Use وممكن تسمعها Use Use برضو صح يتكلم او يتحدث اسمها Talk 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 يلبس او يرتدي اسمها Wear 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 Where يبعت او يرسل حاجة اسمها Send 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 بص يفتح الاي ازاي Send Send طيب كلمة يبدأ يعني Start بص الار Start ممكن اقولها Start ممكن اقولها Start Start برضو صح ممكن اقولها Start برضو صح ينهي حاجة او ينتهي من حاجة اسمها Finish 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 يستمتع بحاجة اسمها Enjoy 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 يصلح حاجة بايضة يعني Mend 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 يحمي حاجة يعني Protect تاني Protect 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 يصمم يعني Design 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 يعلم او يدرس يعني Teach 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 وينظف يعني Clean 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 يصنع او يعد حاجة اسمها Make 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 ويزرق الطعام اسمها Grow Food Grow Food Grow Food Grow Food يصطدي السمك يعني Catch Fish Catch Fish ويبيع يعني Sell 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 اما يشتري يعني Buy 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 عندي بقى شوية Prepositions يعني حروف جر لهم On و In و At و Off وكلام ده كله تعال نشوفهم في الكلمات دي هيبقى معناهم ايه وهيجو ازاي اه لو عاوز اقول لحد في التليفون او على التليفون معي مكالمة يعني اسمها On The Phone On The Phone On The Phone علي is On The Phone لو عاوز اقول في النحر اسمها On The River On The River On The River عاوز اقول لي مدة طويلة بقول عليها كده For A Long Time For A Long Time طيب عاوز اقول لحد انا مكلتش بيتزا بقال كتير I haven't eaten pizza for a long time يبقى For A Long Time يعني من وقت كبير عاوز اقول ليلا او بالليل اسمها At Night بصي بربوزيشن هنا At قبل كده On وهكده For هنا At Night At Night عاوز اقول في المنزل اسمها At Home At Home 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 عاوز اقول يخلي باله من حاجة ويعثني بحاجة اسمها Look After Look After Look After طيب بعد كده عندي كلمة وظيفة يعني Job بصي الأول Job 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 كلمة اجاذة اسمها Holiday دي في بريطانيا في انجلترا Holiday وفي امريكا اسمها Vacation 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 مجغول يعني Busy 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 طول اليوم All day طول اليوم يعني All day All day حر او سخن يعني Hot Hot بص الأول Hot Hot الناس المارضة يقول عليهم Sick People Sick People Sick People Sick People كلمة صعب يعني Difficult 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 عايز اقول مباني اخرى اسمها Other Buildings Other Buildings Other Buildings Other Buildings Other Buildings كوباعة اللي بتلبس اسمها Hat هات بس دي كوباعة بتلبس كده عشان اللي بتلبس كده اسمها Cab كاب بس اللي عنده دوقتي Hat هات كلمة بذلة يعني Suit 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 البريد الالكتروني او الإيميل بالإنجلش اسمه E-mail 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 اطفال يعني Children Children ومفرادها Child Child يعني كلمة Children دي جامعة اصلا Plural مفرادها السنجلر منها ايه Child مطبخ يعني Kitchen 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 عايز اقول عشان او لان اسمها Because 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 شاحنة يعني Truck بس اللي مع الر تح 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 Truck العربية اللوري الكبيرة بنحمل على الحاجات اسمها لوري 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 أما كلمة حيوانات يعني Animals 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 المهندسين بيلبسوا كباحة كده بس صلبة شوية من علا كده هارد هات هارد هات هارد هات الاستقبال اسمه Reception 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 والجراج او الورشة من علها جراج 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 لو عاول ازا اقول ما او ماذا اسمها What 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 مين يعني هو 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 ليه يعني why why فين يعني where 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 امتى يعني when 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 ازاي how 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 بعد كده بندخل على read and learn وبيديني الصورة دي وبيقول my mom works in a hotel وخلي بالك قال ايه works ليه لازم حط الورب اس my mom works in a hotel مامتي بتشتغل في فنده she is busy all day she is busy all day ماما مشغولة طول اليوم she is طبعا ليه قلت is عشان جيب بعدها adjective وصفة هو she is tall she is thin she is fat she is بايزي تمام بعد كده بيقول لي she helps people helps حطي اس للفرب helps طب يا مستر هوا ليه ما قالش she is tall مفيش هكي اسمها كده مفيش هكي اسمها كده لنحط اس للفرب إنما طول دي اجكتب مينبهاش حطي لها اس ومجمعشي اساسا الصفة في الانجليش ميش بتتجمع حتى رغايزة اقول هم بيكونوا طوال بيقول they are they are tall مش they are tall مفيش كده خالص عايزة اقول مثلا هم تخان they are fat مفيش حاجة اسمها they are fat فاتس يعني دهون مش تنفى بس ركز معي بقى بعد كده بيقول she talks on the phone هي بتتكلم في التليفون she talks on the phone she uses a computer she uses a computer وهي كمان بتستخدم computer she sends email she sends email وهي كمان بتبعت emailات يبقى اماما دايما مشغولة شغالة فندق بتعمل بقى كل الكلام ده بتتكلم في التليفون وبتبعت emailات وكل الكلام اللي احنا قلنا ده اللي اي حد بشتغل فيه بعد كده بيديني نوت او معلومة ازاي اقدر اسأل حد انت تشغل ايه او باباك بيشتغل ايه او اي حد عموما ان اقدر نسأل على الوظيفة بتاعته بطريقتي اول طريقة نقول كده what does he do طب لهو شخص بنت او ست what does she do ركز بقى على البورد what does he do what does she do الاتنين دول معناهم هي وظيفته ايه او وظيفتها ايه يعني مثلا عايز اسأل على وظيفة علي فاقول what does yes he do طب لو وظيفة مريم what does she do لو لو عايز اسأل بطريقة تانية او بقول كده what is his job what is his job وظيفته ايه طب لو هاسأل بنت هاسأل على بنت what is her job what is her job what is her job طب انا بالنسبة لي بحب اني طريقة بحب الطريقة الاولى what does he do or what does she do طب لو عايز اسأل انت اسألك انت اقول what do you do طب لو عايز اسأل مثلا ببق what does your dad do ممكن اشيل دو حوت وورك على فكرة وتبقى صحة برض فالاجابة ممكن تبقى عايز اسأل مثلا هو عامل في المعمار او في البناء he is a construction worker he is a construction worker طب لو عايز اسأل مثلا دكتور he is a doctor طب عايز اسأل هي ممرضة she is a nurse طب عايز اسأل بطريقة اتنى بقول كده she works as a nurse he works as a pilot he works as a doctor كل ده صح بس هنا مديني الطريقة اللي بتاعت he is كذا او she is a كذا خليها ناخد الطريقة دي عشان الهومورك والاكسرسيز يبقى بنفس الطريقة كده طيب عايز الحد تاني what does he do or what does she do what does sorry what is her job what is his job again عايز اقول ليها شغالة شيف طهية طبقة she is a chef she is a chef بس كده طيب لو انت سغنن وعايز اسألك عايز لما تكبر تبقى ايه كده اقولها كده what do you wanna be what do you want to be what do you wanna be عايز لما تكبر تبقى ايه فتقول كده I want to be او تقولها كده زيه I wanna be a teacher انا عايز بقى مدرس a doctor a worker a firefighter an office manager and of اي وظيفة براحتك فانت بتقول كده I wanna be a والتيتشر بقى ال doctor النيرس ايه براحتك اذا كانت الوظيفة اللي انت تحابب تبقى لما تكبر تشتغل انا عاوز بس لك ان ايه what do you wanna be عايز تكبر لما تكبر تبقى ايه I wanna be an engineer انا عاوز ابقى مهندس I wanna be an engineer طيب لو عايز اسأل حد هو بيشتغل فين عمله فين فين يعني where طب هو بس بحط يبقى where does هو ولد هي هي بنت يبقى where does he or where does she فكده احط كلمة work where does he work هو بيشتغل فين where does she work هي بتشتغل فين where do you work انت بتشتغل فين where does your dad work باباك بيشتغل فين فمثلا لو حد بيقول لي where do you work تشتغل فين فاقول مثلا I work at school تحيز اقول هو شغل فين he works at school فهنا بيقول لي where does he work فالاجابة he works at school هو بيشتغل في مدرسة طيب بعد كده عند السؤال بيقول what is she wearing today هي بتلبس ايه النهاردة او لابس ايه النهاردة فنقول اسوت بدلة اسوت هي دي الاجابة اي ان كان ممكن تبقى فستان يبقى address address ممكن اجاوب اجابة كاملة تبقى she is wearing a dress she is wearing a suit عادي مفيش مشكلة او ممكن اقول لي الاجابة بس a suit or address او اي حاجة ممكن اقول مثلا trousers and a blouse skirt and a blouse skirt and a blouse skirt and a blouse كل ده صح طيب لو هو شغال teacher فعايز اقول لي هو بيعلم مين فبقول who does he teach who does طبعا مش هفوت تبقى teaches no موطلة ما فيه does ما ينفعش يبقى في اس احنا قلتلك يا does يا اس الاتنين مع بعض لا هو does he teach هو بيعلم مين او بيدرس مين بيدرس لمين فبص حتى في الاجابة he teaches حطي الاس ليه عشان مفيش does خلاص الاجابة he teaches children هو بيعلم او بيدرس للاطفال عندي سؤال تاني بيقول why does ده chef ليه الطباق او ها wear wear a hat in the kitchen ليه الطباق بيلبس طاقية لطاقية البيضة دي في المطبخ فالاجابة بيقول لي because he needs to be clean in the kitchen عشان لازم هو محتاج يبقى نضيف هو بالمطبخ ممكن مثلا اه شعر من عنده يقع في الاكل فيبقى مش يعني it will not be clean فلازم يلبس ال white hat الطاقية البيضة دي عشان يكون نضيف هو شغال في الاكل بعد كده عندي اخر سؤال بيقول when does he start work when does he start work بيبدأ شغله الساعة كام عموما فبيقول كده he starts or ممكن اقول الوقت على طول at 8 am او اقول he starts at 8 am عادي جدا تقدر تقول الوقت على طول او تقدر تقول الجملة على طول طيب الغرض من كل الاسئلة دي هو بس بيوريك do does الاجابات بتاعتهم لما بستخدم دلس في السؤال الاجابة بتاعت بيكون فيها اس زي he teaches وهي starts والكلام تقول بس يعني تقدر تاخد الاسطور كده وتسأل بقى فيه اي حد what does he work مثلا he works as a teacher where does he work he works at school when does he start work he starts work at 7 am وهكذا نحن نسأل كذا حد بنفس الصياغ الموجودة دي وبكذا نبقى خلصنا lesson 1 من unit 3 تعمل homework ويجيلي بقى على lesson 2 من unit 3 باي طيب ان شاء الله دي هتكون lecture number 5 في الفوناتكس وهنا هتكلم عن اخر حاجة تكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانت حرف نايس حرف اليو طبعا في الفاول بس قبل ما نديك حرف اليو تعال فكرك الاول بالفور فاول اللي خدناهم خدنا حرف الاي وحرف الاو وحرف الاي وحرف الاي تعال فكرك بشوية كلمات كده يعرفوك الفرق بينهم فاكر الكلمة دي pan والكلمة دي pun والكلمة دي pan والكلمة دي pin على فكرة لازم تقعف تفرق بينهم هممكن يكون الفرق ضعيف قوي بس لازم تعرف لان انت لو عملت كده هتعرف تتكلم انجلش بسهولة قوي pan pan pon pon pen 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 يلا كلمة كمان هنقوله tan tan ton tan 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 انت متخيل an on an in an لو خدت اللحن ده واشتغلت عليه خلاص هتعرف تفرق بينهم بسهولة قوي pan 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 مش انا بعرف هتفرق بينهم يبقى انت كمان لازم هتفرق بينهم مش انت بتاخد معايا كورس يبقى لازم تبقى اشتغل مني pan 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 tan ton tan ten بس كده طيب ده كانت مراجعة سريعة قوي على اللي خدناها المرة اللي فاتت تعالى بقى قديك حرف اليو اللي ناقص ادي حرف اليو ركز بقى مقاي عشان حرف اليو ده اااا لعبي اوي اه هو يقول لي انا انا لعبي فمتسمع شركزوا معي بس يا سيدي حرف اليو بيتنتب قضايب قوي من حرف ال او فهنا هنكتب حرف اليو وانا هنكتب حرف اليو وننزل الخط بتاعنا بص كلمة دي اسمها sun بص هنا حرف اليو تنضي ازاي اخ 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 بص الكلمة دي اسمها بص الكلمة دي اسمها بص الكلمة دي اسمها على فكرة ده شبه قوي لما يكون في حرف الأو بص طبعا مش هينفع نفع نفع بها من الكلمة دي والكلمة دي لأن الكلمتين دول يعني بتنطقوا نفس النطق تماما وده كده اختلاف بسيط يعني ما تشعرش بالك بيه لك تعالى كده نشوف هنا هنا اسمها خطفة سريعة إنما هنا فتح الجو شوي على فكرة وده اللي بقولك لما عرفتش تفرق من الاتنين دول عادي دول عادي الاتنين أصلا رايبين من بعض قوي دول بالذات عادي لكن اللي فات لازل تفرق بينهم بص 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 ب هناك اد. هناك اد. هناك ات. 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 بس كده. ده الفرقة بين ال او وال يو. فدلوقتي لو انا عملت لك بقى جدول في الجدول الخطير. اللي بيعرف يفرق فيه? بيعرف يعمل اي حاجة في انجليش بعد كده. يلا بينا. هنا هنقوله هنا هنقوله هنا هنقوله هنا هنقوله هنا هنقوله هنا هنقوله اهو 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 اهو. تعالى هنشوف الكلمة الوحدة لما تتحط زي هي هي بالزبط بس المختلفة. يلا. بان 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 بن 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 مت 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 مت. زدقني لو انت عرفت تفرق من الكلمات دي بأنت عبقري. يلا بينا. انا اقول لي انت افسر لك. يلا. pan 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 pan. يلا اللي تحت. مت 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 بسرعة pan 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 والله العظيم موسيقى ده دي موسيقى هي ده هو ده الساوند هو ده الصوت حطي جنبه اي اي كونسرانت هتطلع الكلمة زي ما انت عايق هذي مثلا كتب ست س اي تي هذي كتب ست س اي تي هذي كتب ساعت س اي تي هذي كتب ست اعرف الجدول ده تعرف تفرق اوين حاجات كتير او في الانجليش بس كيب بتعيد منك النهار ده غير الجدول ده بس تبقى بيرفكت فيه تفقنا تفقنا باي استناك في اللي بعد كده عشان نتكلم عن الماجيك ايه ونشوف هي بتعمل ايه في التعالي تعالي لا تعالي مش دي الوقتي المرة الجاي